سلم مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة أبيان موقع إنشاء مصنع للأكسجين في مستشفى الشهيد محنف بمديرية لودر بدعم وتمويل من قبل مركز الملك سلمان الأعمال الإنسانية والإغاثية وبإشراف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان وخلال عملية التسليم أكد مدير عام مكتب الصحة بأبيان الدكتور صالح الثرم أن هذا المصنع سيغطي جميع مديريات المنطقة الوسطى والمناطق المجاورة شاكرا وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا المنجز الكبير الذي سيلب احتياجات جميع مشافل منطقة من جانبه قدم مدير عام مديرية لودر ناصر عوض موسى شكره وتقديره باسم السلطة المحلية بالمديرية للوزارة ولكل من أسهم في بناء هذه المحطة داعيا الوزارة إلى رفض مستشفى لودر بكل الاحتياجات والنواقص التي يلزمها كونه يعمل فوق طاقته الاستيعابية ويغطي عدة مديريات من داخل وخرج المحافظة هذا وستسهم محطة الأكسجين إلى إنتاج أكثر من 65 إسطوانة في اليوم الواحد وسينفذ المشروع شركة الجوف للتجارة والخدمات المحدودة ترجمة نانسي قنقر